أجبروني على قطع تذاكر ذهاب وإياب للقاهرة بقرابة مليون ريال لأطفالي وزوجتي رغم عدم حاجتي للإياب وعندما حصل أولادي على تأشيرة السفر إلى أمريكا ذهبوا إلى مكتب اليمنية في القاهرة لغرض السرداد مبلغ الإياب طلب المكتب كتابة وكالة للشخص كي يستردها من مكتب صنعاء من حيث تم قطعها وحينما قررت أن أكتب وكالة لصديق يقتن صنعاء كان الرد أن المطلوب قريب من الدرجة الأولى لاسترداد المبلغ بهذه السردية والمتاهة التي لا تخلو من المكابدات يسرد أحد المواطنين كآبة السفر وجدل الفساد حول طيران اليمنية الذي يدفع المواطن اليمني ثمنا باهضا جراء هذا العبث المتزايد كل يوم العناء اليمني ضاعف متاعب السفر إلى بلد أصبح السفر إليه مشقة منذ الانقلاب والاشتياح والحرب الجوية والأرضية التي أفرزت ما يشبه الأشغال الشاقة في يوميات اليمني التي لا تنقصها المشقة طيران اليمنية وجه اليمن والسفيرها الدائم يبدو هو الآخر منزوع القناع يشيح بوجهه عن راحة المسافر اليمني بل لا يخلو من وعتاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بينما يضع المسؤولون أذنا من طين وأخرى من تذاكر لكي لا يسمع أصوات المسافرين التي ترتفع كل يوم جدل تبعية الخطوط الجوية اليمنية كمؤسسة حكومية وموقعها وهل تستجيب لتوجيهات الحكومة الشرعية أم توجيهات ميليشيا الانقلاب يبدو هذا الجدل مصدرا من مصادر الارتباك والفساد الحاصل جراء غياب المتابعة والمسؤولية المشاكل الفنية لطيران اليمنية باتت تشكل خطرا قائما على حياة الركاب في ظل غياب الصيانة الدائمة آخرها الهبوط الاضطراري للطائرة في مطار عدن بعد الإقلاع نتيجة خلل فني الرسالة التي حملت إفادة الفريق الهندسي لهيئة الطيران المدني إشارة واضحة إلى الخلل الفني وهي ذات الرسالة التي حملت عنوان شؤون سلامة الطيران ورسالة أخرى تفيد بأن طائرة من سطول اليمنية أصبحت خارج الخدمة بحسب إشعار بتوقيف صلاحية الطائرة نظرا لعدم صلاحية المحرك وفقا لإفادة الشركة المصنعة اشتركوا في القناة